توصل فريق من الباحثين بجامعة ولاية كارولاين الشمالية وبالتعاون مع الجيش الامريكي توصلوا الى مادة يمكن استخدامها في صناعة دروع حربية لحمية الجنود من الشضايا والنتيجة على انفجار على مسافة اقل من نصف متر المزيد في هذا التقرير توصل مجموعة من الباحثين بجامعة ولاية كارولاين الشمالية بالتعاون مع الجيش الامريكي الى مادة يمكن استخدامها في صناعة دروع حربية تحمل جنود من الشضايا الناتجة عن انفجار على مسافة أقل من نصف متر وتتكون هذه المادة من مزيج من الفوم أو الرغوة مع الصلب المقاوم للصداء لجعل الدرع أكثر صلابة وأقل في الوزن كما أضاف العلماء إلى أن هذا الدرع يستطيع حماية الجندي الذي يرتدي من المغذوفات الصغيرة النتجة عن القنابل شديدة لانفجار والاحتراق التي تبعد مسافة أقل من نصف متر عن الجندي وأوضح أحد الأساتذة القائمين على هذه الدراسة أن العديد من المركبات العسكرية تستخدم دروعا مصنعة من أحد أنواع الصلبة وبالتالي يزن الدرع ثلاثة أضعاف نظيره المصنوع من المادة التي اكتشفوها مؤخرا وبالتالي يكون وزن الدرع ثقيل على عكس الدرع المصنوع من مزيج الصلب والرغوة فهو أخف في الوزن وبالتالي يحسن من كفاءة المركبة العسكرية بالإضافة إلى حماية الجندي من موجة الانفجارات التي قد تسبب صباط خطيرة للمخ وللتأكد من كفاءة هذه المادة الجديدة تم إطلاق مجموعة من القنابل من مسافة أقل من نصف متر على مجموعتين من الألواح المصنوعة من مزيج الفوم والصلبة الأولى كان سمكها تسعة ونصف ملي متر والآخر أكثر من تسعة عشر ونصف ملي متر وتمكنت كل الألواح من الصمود أمام موجة الانفجارات التي تم إطلاقها من لوحة ضرب القنابل حيث لم تخترق الشضايا المنبعثة من القنابل تلك الألواح وسيعمل الفريق البحثي في الفترة المقبلة على تجربة من هذا النوع الجديد من الدروع في إمكانية صموده وتصديه للمقذفات عالية المستوى وانفجارات العبوات الناسفة